السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة سنتحدث على ثلاث عملات جيدة للإستشمار خصوصا أن سعرهم رخيص ولديهم الكثير من الأحداث في هذا الشهر بخصوص عملة XRP الأسئلة التي تطرح كثيرا هل وصلك الفورك؟ هل وصلتك عملة سبارك؟ هي فورك لعملة XRP إذا كنت من الأشخاص الذين اشتروا XRP قبل يوم الثاني عشر من هذا الشهر ولازال لحدود هذه الساعة يمتلك XRP أو لحدود البارحة يمتلك XRP فمباشرة قد دخلت في سجل الأشخاص الذين يمتلكون عملة XRP وسيأتيك نصيبك من الفورك الآن هناك الكثير من المنصات الكثير من المحافظ كل منصة سيأتي دورها ولكن أنت الآن في سجل الأشخاص الذين سيحصلون على الفورك لذلك يمكنك أن تبيع XRP أو تحتفظك بعملة الريبل فقط لكي نوضح لكم بعض الأمور عندما يحدث الفورك مثلا يوم الحادي عشر على الساعة مثلا الحادي عشر والنصف ليلا إذا شريت الريبل قبل يوم الثاني عشر بنصف ساعة فستأخذ أنت أيضا نصيبك من الفورك لأنك تدخل لسجل الأشخاص الذين يمتلكون يمتلكون XRP بوتات تقوم بتدوين كل الأشخاص الذين لديهم XRP لحدود هذه الساعة لم يصلني أي شيء لا أظن أي شخص على منصة البينانس حصلها على الفورك ولكن سيأتيك نصيبك من عملة سبارك المهم نعود إلى صوت بالموضوع نأخذ إطلال أولا لأسعار البيتشكوين حاليا في أسعار 19.120 دولار يعني كما تحدثنا في الفيديو السابق تعودنا على رؤية مثل هذه المشاهد نرى إنخفاض ثم يعود السعر كما كان وكأن شيء لم يقع تخفض إلى حدود السبعة عشر ألف وخمسمائة ثم عادة لأسعار 19.440 دولار يعني تعودنا على رؤية مثل هذه المشاهد نبدأ بأول العملات وندخل إلى صلب الموضوع أول العملات هي عملة الأنكر الكثير من الأسئلة تطرح على هذه العملة هل هذا مشروع جيد؟ هل من العملات التي يمكن أن نستثمر بها؟ خصوصا أن سعرها رخيص سعرها حاليا 0.008 نأخذ المعلومات الرئيسية الماركتشكاب الخاصة بالعملة 55 مليون دولار الفوليوم اليومي لبأس بها عشرة ملايين دولار ما يروج في العملة 6.3 مليار الماكس سبلاي هو 10 ملايير العملة من العملات التي تشغل في الأتريوم مشروعها في الكلاودين تخزين البيانات على البلوكتشين مثل مشروع السياكوين ولكن الأنكر أفضل أفضل بكثير لديها الكثير من المنتوجات التي طرحتها هذا الشهر من بين المنتوجات هي المنصة الخاصة بهم ندخل إلى موقع الأنكر هذه منصة الخاصة بعملة الأنكر اسمها ستيكر يمكنك عمل ستيكين ويسا يقومون بطرحة ديفاي على هذه المنصة لاحظ معي كم من أتريوم مجمدة تقريبا 9294 أتريوم والمنصة انطلقت فقط لديها تقريبا 14 يوم ووصلوا تقريبا إلى 5.4 مليون دولار يعني 9294 أتريوم مجمدة على هذه المنصة لديهما الكثير من الشركات عملة صراحة جيدة مشروع جيد سعرها في المتناول شعرها رخيص يمكن أن نراها في أسعار جيدة هذه العملة هناك الكثير من المنتوجات التي ستقوم بطرحها هذه العملة عملة الأنكر لديها العديد من الشركات من بعض العملات لديها شركة مع البايننس الهارموني الكومب الماتيك البيكي منصة البيكي نرى الأسعار التي وصلت إليها هذه العملة أقل مبلغ وصلت إليها الأول تايم لاو يعني سنة 2020 عندما انخفضت كل العملة الرقمية أحداث كورونا 0.0007 وارتفعت في سنة 2020 نفس السنة انخفضت وارتفعت إلى حدود السفر فاصلة 18 حاليا في سعر السفر فاصلة 008 العملة ستقوم بطرحها nada الا لازالستيكين لايف ستتطرح الدفاء الخاص بها ستتطرح لكثير من المنتوجات في هذا الشهر لا نريد 약간 الإطالة في الحديث على هذا المشروع مشروع جيد نعطيه 7 على 10 هذا المشروع خصوصاً أن السعر يناسب المستجميرين وموجود على أكبر المنصات من بينهم البايننس ولديها شركة مع البايننس هذا قلناه ننتقي إلى ثاني المشاريع عملة الكوتي سعرها الحالي 0.054 بالبيتكوين 284 ساتوشي الماركت كاب الخاصة بها 30 مليون دولار يعني قليلة في حق هذا المشروع الفوليوم اليومي لبأس به 14 مليون دولار ما يروج في العملة حاليا 568 مليون دولار الماكت سبلاي الخاص بالعملة 2 مليار العملة موجودة على أكبر المنصات من بينهم منصة البايننس در الأسعار التي وصلت إليها هذه العملة الأول تايم لو سنة 2019 بدأت بسعر 0.06 أقصى مبلغ وصلت إليه سنة 2019 هو 0.12 حاليا في أسعار 0.5 العملة لديها الكثير الكثير من المنتوجات والكثير من الأحداث الجيدة في هذا الشهر ستساعد هذه العملة على الارتفاع العملة مشروعها لديها بلوكتشين خاصة بها لديها بلوكتشين لديها الضاق هو السيجيل تقريبا مثل ما يوجد لعملة الفانتوم التي سنتحدث عليها الأيكون هناك الكثير من العملات لديها تقريبا مثل هذه الميزة الموجودة لهذه العملة العملة تشغل في الديفايل ندخل إلى موقع هذا الموقع يعطينا الأحداث الخاصة بأي عملة نأخذ ونكتب رمز الكوتي ثم نضغط على السيرش ونرى الأحداث الخاصة بهذه العملة لاحظ معي هذه كلها أحداث خاصة بعملة الكوتي في خلال هذا الشهر لاحظ معي يوم الواحد وثلاثين من هذا الشهر يعني نهاية السنة لديهم التست نت الخاص بهم لديهم سيقومون بطرح الديبيتش كارد الخاصة بهم سيطرحون منصة الديفايل الخاصة بهم لديهم تست نت تاني يوم الواحد وثلاثين لديهم تطبيق سيتم طرحه على الإنظام الآيوس مثل التطبيق الموجود لعملة السويب يمكنك أن تشري وتبيع العملات عن طريق الفيزا والماستر كارد يمكنك أن تقوم بعمل تحويل بنكي لديهم تست نت آخر ولديهم الماينيت لديهم الأبديت للضاق لديهم الديفاي الخاص بهم لديهم الكوبرا يعني آخر تحديث للبلوكتشين الخاص بهم يعني هذه كلها أحداث ستساعد في رفع سعر هذه العملة لاحظ معي كم حدث تقريبا عشر أحداث في شهر واحد سيساعد العملة لارتفاع خصوصا أنها ارتفعت مؤخرا سنعود لشيء آخر لعملة الأنكر حتى هناك بعد الأحيان الشرط يساعد العملة على الارتفاع عملة الأنكر حاليا في أسعار 46 ساتوشي لو أخذنا الشرط الخاص بها على منصة الباينانس لاحظ معي العملة إلى أي حد وصلت هنا كانت في أسعار 15 ساتوشي ارتفعت إلى حدود الأربعين ساتوشي ثم كانت مقاومة هنا انخفضت ثم ارتفعت إلى حدود 77 ساتوشي ثم انخفضت وعادت الارتفاع إلى 88 ساتوشي وانخفضت لحدود أسعار 43 ساتوشي وأكدت أن هذه المقاومة القديمة أصبحت نقطة دعم ثم وراءها ارتفعت من حدود 43 ساتوشي إلى 156 ساتوشي تقريبا إذا استمرت هنا مثلا ألف دولار هنا لديك 3000 دولار وأكثر هنا عندما ارتفعت العملة إلى 156 أخذت مصار انخفاضي لاحظ معي هنا لاحظ معي ولكن قامت باحترام هذا الدعم الذي شكلته منذ تقريبا سنرى هذا الدعم شكلته منذ شهر 7 من هذه السنة تقريبا أكثر من 5 شهور وهي تحافظ على هذا الدعم عندما نرى دعم تابت وقمة أصغر من قمة هذا الشكل يعطي نقص سواء ارتفاع قوي للعملة أو انخفاض ولكن عندما باحت في مشروع العملة وجدت أنه مشروع جيد والذي هم الكثير من الأحداث والمنتجات التي ستطرح هذا الشهر سيعرف سعرها ارتفاع جيد هذه العملة ممكن أن نراها في 70, 80, 150 ساتوشي أو تعود إلى الأسعار التي وصلت إليها عملة الأنكر من العملات صراحة جيدة والتي تستحق الأستجمار فقط نريد أن نريكم بعض الأمور الجيدة التي ستساعدكم في الاستجمار ننتقل إلى ونكمل حديثنا لعملة الكوتي نعتدر لم نتحدث على الشرط الخاص بعملة الأنكر نسيت وانتقلت إلى تاني المشاريع عملة الكوتي كذلك من المشاريع الجيدة والقوية ويسا ممكن أن نراها تعود لأسعار 600, 700, 800 ساتوشي ننتقل إلى آخر المشاريع عملة الفونطوم كذلك من المشاريع الجيدة والتي لديها يعني صمعة جيدة في هذا السوق العملة قامت بطرحة كثير من المنتوجات الخاصة بهم ستيكين ديفاي منصة مركزية خاصة بهم منصة مركزية عملة لديها بلوكتين خاصة بها أيضا لديهم الضاق يشغلون السكايلين أيضا الماركز كابا الخاصة بها منصغيرة 51 مليون دولار مقارنة ببعض المشاريع التي صراحة لا تستحق الاستشمار نراها في أسعار كبيرة الفوليوم اليومي السيولة 4.2 مليون دولار ما يرش في العملة 2.5 مليار الماكس سبلاي 3.1 مليار عملة أيضا من العملات الجيدة عملة الفونطون خصوصا أنها وصلت إلى أسعار جيدة أقل مبلغ وصلت إليه هو 0.0019 هذه السنة وأقصى مبلغ وصلت إليه أيضا هذه السنة 0.056 من العملات الجيدة والقوية والمعروفة في هذا السوق تحدثنا تقريبا على الثلاث عملات هناك من يسأل على هذا الموقع هذا ليس موقع كوين ماركت كاب كوين ماركت كال سأترك لكم رابط الموقع أسفل الفيديو إذا أردت أن تبحث على أي عملة اكتب اسمها وستظهر لك الأحداث الخاصة بالعملات بالتاريخ مثلا القوطي يوم الواحد وثلاثين مليء بالأحداث الخاصة بهذه العملة البيتشكون حاليا يتخبط ما بين السبعة عشر ألف إلى حدود التسعة عشر ألف دولار تعودنا على روية هذه المشاهد هناك ربح كبير تجنيها منصات من خلال الفيوتر والمارجين تلاحظون الترويج الذي أصبحنا نراه على المنصة تدخل لتطبيق مباشر يظهر لك المارجين إذا أردت في بعض الأحيان تداول عادي في سبوت يعطونك المارجين لذلك حاول ألا تتسرع في أعمالية البعاء والشراء يمكن أن تشري من المارجين وأنت لا تعلم لذلك حاول أن تفحص أي عملية ستقوم بها هنا أتحدث على التطبيق لا أتحدث على المنصة على الحاسوب تطبيق هناك بعض المشاكل هم يقومون بأعمال مثل هذه المشاكل لكي يظهر لهم المارجين المهم لا نريد طالع لكم في هذه الحلقة تحدثنا لكم على ثلاث عملات سعرهم رخيص ولديهم مشروع جيد وحتى الشرط الخاص بهم جيد لا تنسوا عمل لايك لهذه الحلقة ما لديه أي سؤال فليطرح لنا تعليقا دمتم في عائل الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته